اختتمت وزيرة الصحة الدكتورة هلازايد زيارتها لعدد من محافظات الصعيد بزيارة محافظة أسوان لمتابعة سير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة ضمن زيارة موسعة تجريها الوزيرة لليوم الثاني على التوالي بمحافظات الصعيد تفقدت الوزيرة وحدة طب أسرة الشراونة ووجهت بسرعة توريد الأجهزة الطبية وغير الطبية بالوحدة تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ودعت أهلي أسوان وتدعوهم لسرعة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل أترككم الآن مع هذا اللقاء الذي أجرى كريم رجب مع وزيرة الصحة الدكتورة هلازايد وأيضاً محافظ أسوان شكراً لكم مشاهدنا الكرام نحن الآن نختتم هذه الجولة لمعالي وزيرة الصحة وسكون الدكتورة هلازايد هنا في محافظة أسوان وتعد هذه المحافظة الرابعة في جولتها في محافظات الصعيد سنتعرف على مزيد من التفاصيل حول هذه الجولة هنا في محافظة أسوان من خلال هذا اللقاء مع معالي الوزيرة بن رحب أحضرك فاندي مجدداً ما هي تفاصيل هذه الزيارة لمحافظة أسوان وماذا رصدت خلال هذه الجولة فاندي الأول طبعاً بشكر بقولك كل سنوات طيبين جميعاً وبشكر سيادة المحافظة على متابعته الحثيسة والدقيقة والصبورة على المنشآت وعلى تقديم الخدمة وعلى قيادته الحكيمة لإدارة أزمة الكورونا فانا بتوجه لي بخلص الشكر على هذه الإدارة اللي قدت لهذا المنتج احنا طبعاً مع سيادة المحافظة شفنا ثلاث وحدات ومستشفيتين شفنا مستشفى إدفو ودي كانت من مستشفيات المتعثرة شفنا أن نسبة الإنجاز فيها ارتفعت وصلت ممكن 80% وإن شاء الله حنستلمها على آخر خلال شهرين ونص بالكتير بإذن الله وبنجهزها دلوقتي شفنا مستشفى كومومبو وشفنا المشروع الجديد فيها الإنشاء الجديد ووقفنا مع المهندسين والشركة المؤولات عدينا على وحدة الشراونة والكاجوك وهنا الجعافرة وديت الوحدات اللي في التأمين الصحي الشراونة طبعاً دخلت اعتماد كمان واعتمدت فحاجة كويسة جداً جداً والإقبال للمواطنين على الخدمة مشرف جداً فأنا الحقيقة اتمقنت للوضع الوبائي واتمقنت كمان للمشروعات بتاعت التأمين الصحي وخاصة أن أسوان في المرحلة الأولى إن شاء الله خلال شهور قليلة سيادة الرئيس داشن المحافظة في التأمين الصحي وخصوصاً أن معدل التسجيل للأسر في المحافظة وصل لـ 80% وده يعني شيء بالنسبة لنا كبير ومفاجئ الحقيقة أن هي قبل ما تخش في المنظومة وصلت للموضوع ده وده تاني بالمتابعة الحسيسة من سيادة المحافظة وتسهيله كل الأمور اللوجستية وكمان مع الصرف الصحي والمية والكهرباء ما فيش حاجة الحقيقة يعني توانى في إن هو يساعدنا فيها فالحمد لله المنظومة كويسة جداً ماذا عن الطاقة الاستعباء لهذه المنشآت الصحية المطورة فينا؟ أنت بتتكلم على إدفو دي صرح كبير يعني حوالي 200 سرير كومونبو المرحلة الأولى 139 سرير مرحلة تانية أدها فإحنا بنتكلم على منشآت كبيرة طبعا إحنا عندنا منشآت تانية في المحافظة خلصت واشتغلت لكن دي منشآت كان في شمال المحافظة كان مهم جداً لأن شمال المحافظة كان محروم من الخدمة العلاجية بشكل كبير فإحنا مع سيادة المحافظ بنعدي وبنتابع وطبعا حتبقى متابعة كل أسبوعين نيجي ونتطمن نقف مع الشركات المؤولات إحنا طبعا الجولة كلها كان معنا كل شركات المؤولات ودي النيل والإنتاج الحربي وشركات جهاز المشروعات الخدمة الوطنية والهيئة العربية للتصنيع كل دول شركات بتشتغل معنا فكانوا معنا في الجولة ودون خطط التنفيذ وإحنا معهم وبنتابع حركة شرط اليئة المنحنة الوبائي في أسوان واتعامل الجهاز التنفيذية هنا على أكمل وجه مع هذا المنحنة يعني طبيعة المنحنة يا فندم في أسوان شكله لا مستقر الحمد لله والطاقة الاستعباية عندنا تستوى بأي زيادات وإن شاء الله ما يباش فيه زيادات لكن إحنا دخلين على موسم أعياد أقباط ومسلمين فنتوقع أن يحتمال يكون فيه زيادات فإحنا الحمد لله عندنا الطاقة الاستعبية وعندنا إمدادات الأكسوجين وكل حاجة الأطقم الطبية فندم الخاصة بالتعامل مع هذه مع الحالات المصابة بالفيروسكو الحقيقة أنا بشكرهم جدا جدا أنا قابلت معظم الناس وقفت معاهم والحقيقة عندهم أولا طاقة إيجابية وعندهم حماس إنهم يشتغلوا ويخدموا الناس المواطنين فرحانين بحتى مستوى الإنساني في المعاملة والمستوى الاكلينيكي فأنا بشكر كل الأطقم الطبية وممتنة ليهم والتعابهم وبشكر كمان أسرهم وبقولهم كلهم كل سنة وانتوا طيبين ماذا يقبل المواطنين على اللقاحات هنا في أسوان؟ السعيد كله الناس مش مقبلة قوي فأنا بناشد الشباب أنهم يسجلوا الأهلين كبار السن والأمراض المزمنة ويودوهم علشان ياخدوا اللقاح مهمة الشباب أنهم يساعدوا كبار السن أنهم يودوهم ياخدوا اللقاح إحنا زودنا وحنزود وحنضعف الأماكن لتلقي اللقاح علشان نقرب للمواطن بحيث أن يبقى في مكان قريب منه شكرا جزيلا سيادة الوزيرة على هذا اللقاء